اشتركوا في القناة وطيارات العدو الإسرائيلي نضم لألنا بالستوديو المحامة والناشط السياسي استاذ مجد حرب أهلا وسهلا فيك استاذ مجد شكرا شو تفسيرك نحن بالساعات الأخيرة صارت محسومة قصة إعلان اتفاق وقف اطلاق النار غدا وكل العالم يحكي بهذا الموضوع بلبنان وخارج لبنان والغارات الإسرائيلية بعدها مكملة أول شي الله يحمل المدنيين الموجودين بعدهم وإن شاء الله يكون تلقوا انظار قبل وقت مناسب تاقدروا يفلوا شفناها بال2006 آخر نهار من الاعتداءات بال2006 قبل ما يعلنوا 17-01 والهدن المؤقتة بوقتها بعتقد نزل سبعة أو ثمان بنيات بالشياح بعزيف هائلة كنا ببيروت وسمعناهم وبعتقد هيدا إيصال رسائل من قبل الإسرائيلة محاولة انهاء بعض الأهداف الأخيرة ولكن يعني فرض قوة ومعادلة جديدة مثل ما تعودنا من أول الحرب لليوم يعني كيف شايف المشهد الداخلي اللبناني اليوم نحن قاب قوسين من أنه حزب الله يعلن انتصار لأنه جمهوره وأجوائه وأوساطه والناس القريبين منه والصحفيين يلي بيطلعوا على الإعلام بيحكوا باسمه بلشنا نسمع حديث عن أنه انتصرنا منعنا العدول الإسرائيلي من الاحتلال أو من الاجتياح إلى آخره اللي بعد بده يحكينا بانتصار بعد عدد الوفيات اللي صارت والضحايا والشهداء اللي سقطوا باللبنان بقى تقيد ما فينا كتير نجمي الكلمات تنوصفه فيها أنا بس عزرا على المقاطعة بس نحن عم نشوف بهالأثناء صور مباشرة نقلا عن قناة الجزيرة مباشرة منصور يبدو أنه كمان فيه سلسلة غارات عم تتسجل بالتزامن مع غارات الضاحية الجنوبية تفضل استاذ مجد يعني بعتبر أنه بعد كل هالمشاهد اللي بعد وضو يخبرنا عن نصر ما فينا نلطي في كتير الكلام هذا شخص غبي لما يكون عندك 3500 قتيل فوق 10,000 جريح أبنية مدمرة ضيعة بإمه وأبوه ممسوحة على الأرض ناس مش قادرين يجعى هالضيعة حتى بعد الاتفاق اللي راح يصير ما في حدا يخبرني عن نصر وحتى بالمفهوم الأعواج طبعا نعيم قاسم اللي بيفسر النصر أنه هو تمنع عدوك يحقق أهدافه حتى بهذا المفهوم الأعواج أنت بعدك خسران لأنه عدوك حقق أهدافه من أول لحظة صارت 7 أكتوبر ومن 8 أكتوبر الإسرائيلي عم بيقول نحنا بدنا نحمي أهلنا بشمال إسرائيل وبدنا نرد حزب الله لبعض اللي تاني برمت ودرت وكلفت لبنان 3500 قتيل ترجعت أمنت شمال إسرائيل ورح يرجع الإسرائيل عشمال إسرائيل ومرتاح ورح يرجع حزب الله لورا نهر اللي تاني وين النصر بهذا الموضوع ما بقى فينا نلطف هيدا الخبرية يعني هو يقال كمان من الأهداف يلي أعلنها الإسرائيل سحب أو نزع سلاح حزب الله وتفكيك المنظومة الصاروخية إلى آخره أنا بعتبر أنه مصلحة الإسرائيل اليوم يبقى الوضع ما هو عليه مصلحة الإسرائيل اليوم أنه يأمن حدوده الشمالية بس يكون في بلد حده عربي ضعيف مثل ما ضعيف لبنان مش نهيك مصلحته أنه يبقى فيه سلاح بالداخل لبنان يتضعف الدولة يضعف الاقتصاد ويكون الإسرائيل هو المعبر الوحيد للدول العربية ودول الخليج على البحر المتوسط أنت يمكن عم بتشوف أنه لبنان اليوم ضعيف في شريحة واسعة بالمقابل بتشوف أنه لبنان لا بعده محافظ على حد قد من القوة تبعه والدليل الأحد الماضي 340 صاروخ قصفوا من لبنان من جنوب لبنان إلى وسطه على جنوب إسرائيل على أشدود عفاهون ويعطيون ألف حافية بس أنا بالنسبة لأه إستاذ معيار القوة هو مستوى الطوبابة بالبلد معيار القوة هو مستوى السقافة والعلم بالبلد معيار القوة هو كم شخص عم يتخرج من الجامعة كم شخص عم بلاقي وظيفة إديه صار مهاجر من لبنان كم نازع عندي بالطرقات كم بناية عندي على الأرض هذا معيار القوة طبعا مش معيار القوة أنه قفة عصاروخ يجي بالبحر بس تسجل نقطة على الإسرائيل مش معيار القوة حتى لو بدي دمر منطق بأمه وأبوه بس اللبنان ما أنه ما يكون قادر يتطبب ما أنه معيار القوة أنه تكون نظام ديمقراطي محتلوا ميليشيا مصلحة رهبية بالداخل ما أنه أقوة أبدا عزرا مجددا على المقاطع ولكن غارة جديدة بهالأسناء عم تتسجل بالضاحية الجنوبية لبيروت يعني للأسف مثل ما سبق وقلنا نحن بالساعات الأخيرة يلي بتسبق إعلان وقف إطلاق النار عشرات الغارات على الضاحية الجنوبية وكأنه العدو الإسرائيلي عم بيودع ولا شو يعني تعرف المؤسف بهذا المشهد أنه هيك اتفاق ودفع لبنان حقه 3500 شخص بالقليلة منه لمصلحة لبنان هيدا الاتفاق اللي صاير الشغلة الإيجابية الوحيدة فيه أنه رح توقف شوي هدر الدماء ولكن للأسف اليوم الدولة اللبنانية فوضت ضد مصالحة فوضت لمصلحة الإسرائيل وفوضت من ميلة تانية لمصلحة حزب الله اللي صدر فعليا عن هيدا الاتفاق أنه حزب الله بأمن هو أمن إسرائيل بحد ذاته مقابل أنه يقدر يحافظ على سلاحه بالداخل تا يستعمل سلاحه بوجه اللبنانيين بدل ما نحنا تخلص هيدا الحرب ويتحاكم مثل ما تحاكم نتنياهو أمام المحكمة الدولية يتحاكم داخليا حزب الله لأنه تصرف كعصابة مسلحة أخذ اللبنانيين على حرب كانوا قادرين ما يروحوا عليها كنا قادرين نوفر 3500 قتيل كنا قادرين نوفر كل الجرحة والدمار اللي صاب لبنان لأنه حزب الله برع مدار وطلع ونزل ورجع ووصل على المطالب الإسرائيلية ونفزها حزب الله بد داخل إذا في دولة إذا في قضاء لازم يتحاكم أمام المجلس العدل لكيادات ما تبقى من كيادات حزب الله هيدا أمتى رح تصير لو في دولة لازم تصير فورا بعدين عم تتهم رئيس نبيه بري أنه فاوض لمصلحة إسرائيل طبعا تخيل أنه أنت اليوم الإسرائيلي كان عم يطلب منك تطبط حدودك أي دولة بالعالم بيكون فيه مفاوضات أخذه وعطى الإسرائيلي عم بيقلك تطبط حدودك نبيه بري بالمقابل عم بيقول لا أنا حدودك بدي أتركها مفتوحة مع السورية تخيل أنه الإسرائيلي عم بيقلك طبق دستورك وحصور السلاح بإيد الدولة وإنت نبيه بري كمان ممثل الدولة بينهي للهين عم بيقول له لا أنا بدي أترك فيه عندي ميليشيا مسلحة رح منروح مباشرة على الضحية الجنوبية لأنه يبدو الغارات ما عم توقف بيري سالة مع زميلنا ويسام نصر الله ويسام أنت على مشارف الضحية الجنوبية أدي صار عدد الغارات اليوم فقط نعم مارون ما يمكنني إحصائه ليس عدد الغارات ولكن عدد التهديدات عدد التهديدات فقط اليوم بلغ ستة وعشرين تهديدا نفذ منهما ستة صباحا ستة تهديدات صباحا كانت في منطقة تحويت الغدير وكانت غارات متزامنة بين تحويت الغدير وبرج البراجنة هذه الغارات الست نفذت بشكل متزامن ليعود بعدها الجيش الإسرائيلي منذ قرابة الساعة أو الأقل من ساعة ويصدر ستة بيانات بشكل متتالي لتضم عشرين تهديدا لمختلف مناطق الضحية الجنوبية لبيروت فمنذ قليل نفذ عدد كبير من تلك الغارات يعني لا يمكنني أن أقول أنه نفذ العشرين إغارة بشكل كامل ولكن نفذ عددا كبيرا منها تراوحت بين منطقة الحدث وحارة حريك بشكل مركزي وهذه المرة الأولى التي نشهد هذا النوع من الإغارة على الضحية الجنوبية لبيروت اثتمت بشكل متزامن على أماكن مختلفة وكانت طبعا ضخمة وبعض تلك التهديدات لم تشمل مبنى واحد ولكن سلسلة أبنية مثلا في منطقة الحدث هناك تهديد لأربع أبنية ونفذه الجيش الإسرائيلي وكانت غارات متتالية على نفس المكان وبالتالي غطت موجة الدخان بشكل واسع مختلف أرجاء الضحية الجنوبية لبيروت وإلى حد الساعة لا زالت بعض الحرائق تنبعث من أماكن الاستهداف ويمكن أن نراها بعدسة الزميل بيار يوسف هذه الموجة الكبيرة من الغراض طبعا تأتي تزامنا مع تصاعد احتمال الوصول إلى اتفاق لوقف النار بين لبنان وإسرائيل ويعني كما عهدنا العدو على مدى حروبه السابقة قبل انتهائه من عملياته العسكرية يقوم بتوجيه دربات واسعة وعديدة وكثيفة وقوية إلى عدة مناطق وما يزعم أنها أهدافا معادية له والجيش الإسرائيلي قالها أيضا بالفم الملآن على لسان المتحدث باسم جيشه أفخاي أدرعي منذ قرابة عشرين دقيقة في بيان قال أدرعي الجيش الإسرائيلي يهاجم بشكل واسع أهدافا لحزب الله في منطقة بيروت لم يحدد الضاحية ولكن قال بيروت بشكل عام ومنذ أيضا قبل الانذارات هذا العشرين انذار بوقت قصير جدا يعني بضعة دقائق قبل هذه الموجة الكبيرة من التهديدات أغار الجيش الإسرائيلي على مدينة بيروت بين منطقة أنويري ورأس النبع ويعني استهدف مبنى بحسب المعلومات هو كان مؤلف من أربع طبقات وبحسب أيضا الآن المعلومات المتوافرة وزارة الأمن الإسرائيلية تقول أن كاتس الوزير الإسرائيلي كاتس صدق على خطط هجومية جديدة على جبهة لبنان وطبعا منذ قليل أيضا قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي بصدد القيام بموجة كبيرة من هاجمات تستهدف أماكن عدة وتحديدا الضاحية الجنوبية لبيروت إذن نحن أمام مشهد في الساعات المقبلة يمكن أصفه أنه قاسن على مختلف ربما المناطق اللبنانية وتحديدا على الضاحية يعني قبل ساعات أو عشية ما يقال أنه إعلان لوقف لإطلاق النار مرون شكرا لك الزميل ويسام نصر الله كنت معنا من منطقة أو من مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت يعني بإطار الغرات والأخبار الواردة عن هذه الغرات مركز عمليات طوارئ الوزارة الصحة العامة بيقول بيبين من شواء أن غارة العدول الإسرائيلي على منطقة النويري في العاصمة بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة عشرة أشخاص آخرين بجروح ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة أيضا كمان إذاعة الجيش الإسرائيلي كمان بخبر عاجل وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش يصدقان على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية شو برأيك أستاذ مجد معقول الضغط اللي عم يتعرض له بين يمين نتنياهو يخربت كل هذه اللعبة يعني أول شي الله يرحم المدنيين الله يرحم المدنيين واسم الله مش عم لحق انتصارات بين مدنيين عم يسقط وعالم عم تموت وبنا تحتية عم تتدمر اليوم بكل وضوحه وبكل صراحة المفاوضات اللي صايرة بين الإسرائيلية وبين حزب الله اللي للأسف عم يستعمل الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب كآدات بهذه المفاوضات هذي المفاوضات ما بتعني اللبنانيين اليوم بأي شكل من الأشكال إلا اللبنانيين اللي للأسف عم بيموتوا بسبب قرارات خطأ أخذها حزب الله إنما اللبنانيين اللي موجودين بمناطق أخرى اللبنانيين الأيمنين اللبنانيين اللي بدون يبني دولة بنتيجة هيد الحرب هؤلاء اللبنانيين ما رح يتأثروا بأي شكل من الأشكال من هيد المفاوضات ومن هيد الاتفاقات اللي عم بتصير وبالتالي اليوم المطالبة الجدية اللي لازم تصير بالداخل اللبنان المطالبة الواضحة والصريحة هي بتطبيق الدستور على كافة الأراضي اللبنانية واليوم أثبت حزب الله مرة جديدة أنه فعليا وجديا سلاحه ليس مواجه بوجه الإسرائيلي لما يقبل أنه يتراجع كل هالتراجع ولما يقبل أنه الإسرائيلي يفرض شروطه ولما يقبل أنه الإسرائيلي يجزدر بسماء لبنان قد ما بده أثبت مرة جديدة أنه هذا السلاح هو موجه إلى صدور اللبنانيين طي يفرض حزب الله رأيه عليهم مين برأيك أوصل لبنان إلى هذا الاتفاق اتفاق وقف اطلاق النار الصمود ببلدة الخيام 340 صاروخ يلي أطلقوا نهار الأحد على الداخل الإسرائيلي الإغراءات والضغوط الأمريكية اللي مورست على بن يمين نتانياهو أو أنه اقتناع بن يمين نتانياهو أنه لمصلحته يمشي فيه اللي بيحكي شوي بقصة الصواريخ اللي أنا عيت والصمود والإتالع شوي رح نتخيل نتانياهو هربين بالبيجاما على السفارة الفرنسوية وبدو يرجع يترك بلده هيدا هزيمة واضحة وصريحة ولكن مقنعة معمولة شوية ميكاب تيخبرنا قسم من اللبنانيين أنه انتصر الواقع الجدي على الأرض أنه اليوم الإسرائيلي فرض شروطه أخذ قرارات اللي بده ياخدها وفرضها على اللبنانيين وفرض زيادة عن السبعة عشر في الواحد أنه يضل عنده حرية تحرك بالأجوال اللبنانية وبالتالي التكلم عن اتفاق ما أنه فعليا اتفاق هو فرض شروط العدو الإسرائيلي على اللبنانيين وعلى حزب الله بالذات قلتلي أنه الرئيس بره والرئيس ميقاتي فاوضوا باسم لمصلحة إسرائيل باسم حزب الله واستعمالهم حزب الله كأداة بس عبكرة صارت واضحة أنه الرئيس بره فاوض ولكن لن يعلن هو النتيجة أو الاتفاق تركها بإطار الصلاحيات صلاحيات مجلس الوزراء تركها للحكومة كانت الخير وكان بعد هيدا اللي نقصف خلينا نحكي فعليا أن اليوم ما فيه أي مؤسسة شرعية عم بتفاوض باسم اللبنانيين بشكل جديد المؤسسة الشرعية الوحيدة الباقية للبنانيين هي المجلس النيابي المفاوضات اللي عم بتصير عم بتصير من قبل ممثلين عن حزب الله وممثلين عن الإسرائيلية بوصاية أمريكية إذا بدك بس ما في حدا عم بيحكي باسم الشعب اللبناني بكل هول الموجودين خبرني حدا حكي عن مصلحة الشعب اللبناني خبرني حدا حكي عن التعويضات للناس اللي سقطوا خبرني حدا حكي عن بناء الدولة وبناء الاقتصاد اللبناني أو عن المساعدات اللي بدا تجري للبنانيين أو عن الأمن بالداخل اللبناني مش بس من الإسرائيلة وحماية الحماية اللي بدنا نطالب فيها من الإسرائيلة ولكن من نطالب بحماية من عدو الداخل اللي هو حزب الله كمان خبرني حدا حكي بهول هول اللي مطالب اللبنانيين الجديين الفعليين هول هن المطالب الجديين اللي ما حدا بعد حطهم على طاولة المفاوضات وبالتالي هيد المفاوضات لا تمثل اللبنانيين وما فيه أي لبناني شريف ممثل بهذه المخوضات مجد حرب عندك قلق من فائض القوة ما بعد هذه الحرب أنه يضاعف عند حزب الله ويستعمله بالداخل اللبناني سياسياً مثل ما كان قبل بعز دين قوة حزب الله وفوقية حزب الله وتكبر حزب الله واختيالة حزب الله ما كان عنا تخوف منه وكان صوت كل المعارضة عالي بالشكل اللي هو عالي فيه هلا مش تاليوم نرجع نغير رأينا خاصة بعد ما أثبتنا أنه اللي كنا عم نقوله مضبوط خاصة لناحية أنه ما في شي بيحمي لبنان من الإسرائيلة غير الدولة اللبنانية والعانون اللبناني وحيد هيد الدولة وما في شي اسمه مكاومة قادر تواجه الإسرائيلة اليوم اليوم وضحت أنه هيد السردية وهيد الخطاب طبعنا كنا على حق فيه وبالتالي اللي بخاف منه بس هي محاولة انتقام من الداخل اللبناني اللي كان عم بيعل الصوت وسكوت الجيش عن هيد التصرفات اللي ممكن تصير بعدين كيف بتشوف اليوم حزب الله باليوم التالي ما بعد هذه الحرب أنا برأي حزب الله رح يكون بعد هيد الحرب مثل المهزوم اللي بده يفش خلقه بحده وهيدا الخطر رح يكون على بقية اللبنانيين اللي بيكون آكل أتلب الجبهات الأمامية بده يرجع البيت وبده يفش خلقه بأهل بيته هيدا رح يكون تصرف حزب الله وبالتالي مش بس لازم الجيش اللبناني يتصدى لهيد التصرفات ولهيد الخطابات لازم اليوم بكل جدية يصير في محاسبة لهيد القيادات بحزب الله اللي دمرت لبنان اللي سببت آلاف وآلاف القتلى اللي سببت مليارات من الدمار والخسار الاقتصادية في محاسبة جدية لازم تصير وله نحن مش قادرين نكفي هاك هيدا الاتفاق زن مضى مثل ما هو هيدا الاتفاق هو مشروع حرب أهلية لبنانية بعد سنتين أو ثلاثة لأنه في لبنانيين اليوم عم بيقولوا طفح الكال طفح الكال لأنه مثل ما الصهيونة بده يحتل الأراضي حزب الله كان عم بيحتل الأراضي للكنيسة بلاسة مثل ما الصهيونة بيعتبر أنه عنده حق تاريخي بفلسطين حزب الله أنا عجمهوره أنه عنده حق تاريخي بجبال وبكسروان مثل ما أبشع منظمات إرهابية بتعتبر أنه القتل حلال وتحليل دماء كل شخص ما بيشبهه أنه هو شي منيح حزب الله بيعتبر نفس الشي وبالتالي فيه انقصام عمودة بالبلد وفيه حقيقة صار لازم نحكي فيها وبكل وضوح وبكل صراحة أنه حزب الله بالطريقة اللي تصرف فيها منا قادرين نعيش معه ومنا قادرين نكفي هاك وحجة أنه أنا تسمح لي أترك سلاحي وتسمح لي أتصرف بفوقية وتسمح لي أفرد رأيي عليك لأنه أنا عم بحميك من الإسرائيل سقطت لأنه لحميتني من الإسرائيل بس بعدك عم تتصرف بنفس طريقة تكبر إذا ما زادت معك وصال الوقت أنه نتصدى لهذا التصرف لأنه كل خطابك طليع أنه بلا طعم هل تؤيد مقولة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامير جعجع اللي بيقول فيها حزب الله انتهى طبعا انتهت أقله واللي انتهى بحزب الله انتهى هيدا الخطاب الفارغ اللي كان عم بقلنا إياه انتهى الخطاب أنه أنا جسلاحي لمكاومة إسرائيل انتهى الخطاب أنه في توازن للرعب انتهى الخطاب أنه قد ما تأخرت نحنا رح ننتصر انتهى كل هيدا الخطاب ما انتهت عسكريا يمكن ما ينتهي عسكريا ولكن انتهى هيدا الخطاب الفارغ اللي كان بيستعمله طيف رضو هرته عليناك بالداخل نظرة المجتمع الدولي للبنان برأيك بعد هذه الحرب ستتغير؟ بعتبر انه حزب الله كان ضحية أو لبنان كان ضحية بهيدا الحرب لشغلتين للاجرام الإسرائيلي ولا خطاب حزب الله بنفس الطريقة وبنفس الوقت لانه خطاب حزب الله هو اللي خلى المجتمع الدولي ما يتضامن تصرفاته بالأرجنتين وببلغاريا وبأبروس كل هؤلاء الاعتداءات اللي كان يعملها تهريب الكابتاجون الخطاب المعادي للسعودية وللدول العربية خلينا نوصل لمحل انه ما يكون في حدا بالمجتمع الدولي يتضامن مع لبنان شعب أو حكومة وصاروا يعتبروا يتطلعوا بلبنان ويقولوا انه حزب الله هو الممثل الشرعي للدولة اللبنانية وهذا شي مؤسف بدي روح لعند حيدر حويلة استاذ مجد رحكمل معك هذا الحوار ولكن معنا زميلنا حيدر حويلة منصور حيث الغارات العدول الإسرائيلي لا تزال مستمرة حيدر حويلة شو جديد الغارات عندك وين عم بيتم استهداف؟ نعم مارون قبل قليل بلدة النقورة تعرضت لسلسلة من الغارات وخاصة على المنازل استهدفتها طائرات الحربية الإسرائيلية بسلسلة غارات أما الآن قبل قليل نشاهد سحب الدخان تندلع من محيط بلدة البزورية ومنطقة العباسية هذه المنطقة أيضا تتعرض الآن لسلسلة من الغارات الحربية الإسرائيلية وقبل قليل كان على منطقة الإقليلي الملكية هذه المنطقة كما نشاهد في الصورة منطقة الملكية الإقليلي تتعرض أيضا لغارات عنيفة شهدتها هذه المنطقة قبل قليل أيضا منطقة دير قانون رأس العين أيضا تعرضت لغارة عنيفة إشارة أيضا إلى أن هذه المناطق وهذه القرى في الكتاع الغربي تتعرض منذ الصباح وحتى الآن لغارات عنيفة الآن نشاهد الآن أيضا غارة في هذه المنطقة بمحور عيتيت محور وديجيلو هذه المنطقة يلي تقع جميعها في قضاء صور هذه المنطقة تقع جميعها في قضاء صور هذه المنطقة ربما أيضا محيط بلدة جوية المجادل لا نعرف التحديد أين ولكن سنتابع بعد أن نجر اتصالاتنا مع المعنيين لتسويدنا بالتفاصيل مارون العدو الإسرائيلي يمعن دائما بالقصف وخاصة القرى والمساكن والبنى التحتية وشبكات الكهرباء مثلا في مدينة صور تعرضت صور لسلسلة من الغارات استهدفت أحياءها السكنية والبنى التحتية وشبكات الكهرباء والطرقات في منطقة صور الشارع قرطاج الذي تعرض لسلسلة من الغارات من المسيرة والحربية تغيرت معالم هذا الشارع الذي تضرر كثيرا بسبب تلك الغارات مما أصفر أيضا عن شهداء وقبل قليل كان الدفاع المدني وكشب الرسالة الإسلامية تمكنوا من انتشال جسة ثانية شهيد جراء الغارات الإسرائيلية وكانت مداخل صور البص أيضا تعرضت لغارات من المسيرات والآن منطقة العباسية قدموس هذه المنطقة أيضا تتعرض للغارات الجوية الإسرائيلية هذه هي الصورة من منطقة صور والقطاع الغربي أما القطاع الأوسط مرون هناك أيضا في مدينة بنتج بيل تتعرض هذه المنطقة وهي تبعد عن صور حوالي 35 كيلو متر تتعرض أيضا لسلسلة من الغارات وضواحيها إضافة لقراءها لطرق القضاء مثلا عيت الشعب مثلا منطقة يارون حانين بيت ليف رشاف الصواني السربين حداسة حريص ديرنطار أيضا منطقة مجلسلم قبل قليل تمكن الدفاع المدني وكشاف الرسالة من سحب جستين من تحت الأنقاض هذه هي الصورة من منطقة القطاع الغربي في قضاء صور وقضاء بنتج بيل مرون شكرا لك الزميل حيدر حويلة على هذه الرسالة من منطقة صور ويعطيك ألف عافية استاذ مجد الرئيس نبيه برينبير حنقل عنه أنه سيكون للبنان رئيس خلال ستين يوم يعني فترة الستين يوم يلي نص علي انتفاق وقف اطلاق النار وهو كان سبق وعد قبل أنه بعد وقف اطلاق النار سأدعو إلى جلس الانتخاب الرئيس برأيك هذا التفاقل بمحله ولا ما رح يقدم وآخر بعتبر الموضوع اللي كان عم بعرق الانتخابات الرئيس هو الوحيد اللي بيتحكم بالمصير الفعلة يعني بالتالي إذا اللي عم بعرق الانتخابات الرئيس ومقفل المجلس النية بوحطة المفتاح بجيبته بيجي بيقلك ممكن يصير في الانتخابات بتتأمل خير وبتتأمل أنه يصير هذه الانتخابات ولكن اليوم فعليا لشو عم ننتخي برئيس لشو هذا الرئيس بده يشكل حكومة عائية أساس هل رح يحترم القسم طبعه ولا رح نضل ماشيين بنفس الطريقة أنه يكون فيه سلاح خارج الدولة أنه ما نكون عم نحترم الدستور اللبناني أنه ما يكون فيه مؤسسات قوية ويكون الرئيس بس واجهة موجودة تنقول أنه فيه نوع من أنواع الشرعية بالداخل اللبناني والباقي مش فرقاني معنا هيدا سؤال جدي لازم نطرعه على نفسنا وأنا برأي أنه زي ما ننتخي برئيس بست يجي بالسياء اللي كنا تعودنا عليه قبل وبالسياء أنه ما يكون فيه بقى دولة ما يكون فيه مؤسسات وما يكون فيه عنون عمره ما يكون رئيس عم نعب الكرسي بس للشكر مين برأيك اليوم الأوفر حظا بين الأسماء المطروحة؟ ما بحب كتير فوت بالتسميات وبالتكهن بصير عم بصر أكتر بس أنه فيه كذا أسم مطروح بس بعتبر أنه فينا نحكي بمين هو أفضل اللي ترقص لبنان برأيك اليوم الوضع بلبنان يتطلب رئيس من خلفية عسكرية من رئيس اقتصادي خليني كن كتير واضح أنه خلط العسكر بالدولة هي من أسوأ تراس عن نياب الدولة اللبنانية وباللبنان بداية من فؤاد شاب مرورا بميشالعون وصولا للمطروح اليوم بشأن شاب عمل دولة طبعا طبعا ولكن أدائه أدائه بوقت قيادة الجيش كان على علمة استفهام أنا برأيه أما رئيس جمهورية يجع لبنان هو فؤاد شاب بس من أول أخطاء صارت هي طرح قائد جيش لرئاسة الجمهورية لأنه بصير يأثر بأدائه كقائد جيش مش كرئيس جمهورية ولكن اليوم خلينا نكون واضحين أنه في قائد جيش أثبت أنه عنده جانب مؤسساته وما خلى رئاسة الجمهورية تأثر عليه بالطريقة أو الطموح الرئاسي يأثر على أدائه بكيادة الجيش على عكس ما البعض بيحب يخبرنا وبالتالي باعتبنا وحظوظه منيحة بس من المبدأ الدستوري ومن المبدأ المؤسساتي المشرع حتى هيدا الفكرة أنه الواحد ما يعمل دغري رئيس جمهورية بعد كيادة الجيش لأسباب معينة هو تميز تعمل كيادة الجيش تيوصل لرئاسة الجمهورية وضعها لسبب وطلع معه حق وأثبت التجارب بسبعة أيار بالألفين وثمانية وأثبتت بثمانة وخمسين نفس الشي وأثبتت أنه كان معه حق يحط هذا المنع الخلط بين رئاسة والوقية الجيش نشوف بهالأثناء مباشرة ونقلا عن قناة الجزيرة الغارات يلي تحدث عنها الزميل حيدر حويلة بمنطقة صور سلسلة من الغارات التي ينفذها الطيران الحربي الإسرائيلي بعد سلسلة من الغارات سبق ونفذها أيضا بمنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت 26 انذار وتحذير أطلقوا أفخاي أدرعي بالضاحية الجنوبية لبيروت استاذ مجد بإيه سياء الحديث عن رئاسة الجمهورية مجلس النواب سيجتمع الخميس وعلى جدول أعماله التمديد لقائد الجيش ولقائد الأجهزة الأمنية برأيك التمديد متفقين عليه وبيقطع بسلاسة طبعا بس أنا اللي كان برأيي أنه يرات مجلس النواب بظل وجود أكبر أزمة عسكرية بتاريخ هذا البلد وأكبر أعتداء صغير على لبنان من زمان لأهلا وأكبر أعتداء داخل من قبل منظمة مسلحة على قرار الدولة اللبنانية كنا نتمنى أنه مجلس النواب على قليل يجتمع تيناقش الحرب اللي جارية باللبنان تيناقش مصادرة القرار اللي عملها حزب الله بالشعب اللبناني تيناقش الأصف الإسرائيلي وكيفية إعادة العمار مش بس تنحكي بكيفية ملأ الفراغ وتفادي الفراغ اللي هو أصلا شيء منيح ولكن فيه أولويات كان لازم تنترح كمان على هذا الموضوع برأيك بالموضوع الرئاسي صفحة ترشيح رئيس طيار المراد سليمان فرنجية طويت ولا بعده عنده حظوظه هلأ رح ترجع ترتفع حظوظه من بعد اتفاق وقف اطلق النار بتمنى تكون طويت بتمنى تكون طويت لأنه منكون نثبتنا لحالنا كلبنانيين للمجتمع الدولي وللشعب اللبناني أنه ما تعلمنا أي درس من اللي صار من سنة لليوم منكون أثبتنا أنه ما تعلمنا أنه نحنا لازم يكون مرجعنا الأول والأخير هو الدولة ما تعلمنا أنه الدولة لازم تكون مستقلة عن المنظمات الإرهابية المسلحة مش خاضعة لو منكون جبنا رئيس بالتالي أجمعه الوحيدة هو حماية ما تبقى من وصاية السلاح بالداخل اللبناني أين المسيحيون اليوم من كل ما يحصل؟ للأسف ببعض الحالات وصلوا لمحال هن غيبوا حالهم وقرروا يعدوا عجنب ويتفرجوا للأسف وبعتقد أنه تاريخ عرقلة وصول رئيس للجمهورية لمكاسب شخصية الوحد يأمل الكرسي لقلو تاريخ القول أنه أنا أو لو أحد بهذه الرئاسة خلى المسيحيين يكونوا مهمشين بأصعب ظرف عم بيقطع في البلد لما نحن نعرق الرئاسة الجمهورية لحد ديت مرة واثنين وثلاثة لحد ديت ما يوصل رئيس عزوقنا ما فينا نتوقع أنه بدورة اللي بعدها ما غير نحن يعمل نفس الشي ويعرقل الرئاسة يجيب رئيس عزوقه كمان وبالتالي لتزرع بحماية حقوق المسيحيين وبعرقلة انتخاب رئيس جمهورية من سنين هو كان أساس البلاء بالفراغ الرئاسي اليوم وبالتالي عدم وجود المسيحيين على طولة المفاوضات بيقول الشيخ رعيم قاصم أمين عام حزب الله بإطلالته الأخيرة سنبني معا بالتعاون مع الشرفاء والدول التي ستساعد برأيك ترك حدا يساعد ترك لنا صديق الشيخ نايم قاصم وحزبه ما فيك تكون انت على سنين وسنين وسنين عم بتعادي كل الدول اللي عندها أمكانية تساعد وتجي بس توقع المصيبة تروح تشحد من هيد الدول نفسها وتخبر انه الشرفاء اللي هن بساعدونا الشريف هو اللي ما بيعادك الهولو بيروح بيش حد منهم الشريف هو اللي ما بيفتح معارك وهمية وبخبر الشعب اللبناني انه انتصر بعد ما مات آلاف الأطفال هوله هن الشرفاء برأيك ما رح بيشاركوا الدول العربية بعملية قاعدة الأعمار ليش 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 بدون يشاركوا او ليش ما بدون يشاركوا ليش بدون يشاركوا ليش بدون يشاركوا طالما هالبلد رح يضل محكوم من منظمة إرهبية مسلحة ليش بدون يشاركوا تا كل معركة بدا تصير على حدودهم باليمن يبعثوا ناس يدربوا لهم مقاتلين باليمن ليش بدون يساعدوا طي يطلع كل واحد يقول لهم الموت لآل سعود والموت للسعودية والموت للإمارات والموت لأمريكا ليش بدون يساعدوا في كاريتاس وفي جمعية خيرية وفي الاخيرية وفي تصرفات على أساس خيرية بس فعليا لما نحكي بيعادة أعمار لازم يكون في مصلحة بهذه الدول اللي عادت العمار يعني انطلاقا من كلامك يعني سننتهي من هذه الحرب وحزب الله لا يزال على وضعه لا سننتهي من هذه الحرب حزب الله رح يحاول يصور حاله أنه لا زال على وضعه وللأسف في دولة لبنانية مهترية لدرجة وضعيفة لدرجة عم تخليه يحافظ على هذه السورة في عنا قضاء بعضهم بيتصرفوا كأنه حزب الله بعضهم الحاكم بأمر البلد في عنا أمنيين بيتصرفوا بهذه الطريقة وقوة حزب الله منى بقوته الفعالية اللي أثبت أنه منى هالقوة العظيمة إنما بضعف المؤسسات بخدوع الأضاء بخدوع الأمنيين وبخدوع الدولة لأنه بس الشيخ نعيم قاسم قال ستكون خطواتنا السياسية تحت الطائف وقبل كان يقول هو كان مدافعين من المدافعين الشريسين عن الطائف ونبيه بره كان المدافعين الشريسين عن الطائف ولكن المشكلة نحن معه وين فيه بالطائف بيقول أنه فيه مجموعة لازم تنزل بسبعة إيار تقتل أربعمية لبنان بالشوارع بيروت وين فيه مجموعة بيقول أنه inaire بلأمصان السود تتشكل الحكومة أو تنفرض الحكومة وين بيقول بالطائف أنه تتعلق للانتخابات رئاسة الجمهورية سنة واثنان وثلاثة ما هل منا شايفهم أنا بالطايف وين بيقول بالطائف أنه قرار الحرب والسلم بياخدوا رجل دين بلبنان بناء على تعليمات رجل دين بإيران وين موجودين بالطايف هون بقى تفسيره للطايف للشيخ نعيم قاصم هو اللي وصل البلد لهون مايربحنا جميلة من كيسنا النازحين برأيك قديش رح يرجع منهم ولوين رح يرجعوا اذا في عنا حوالي 40 ضيعة مدمرة ومحتلة وفي يعني اكتر من 15 ضيعة مدمرة جزئيا مش لوين رح يرجعوا وهيدا سؤال كلنا بنا نسأله وفيه جزء بدأت تحمل مسؤوليته الاطراف اللي اخدت هيدا القرار عن هول النازحين وهي هجرتهم مثلها مثل الاسرائيلي من اراضيهم السؤال لازم ينسأل انه مين بده يعود على هول الناس وكيف بده يتعود على هول الناس هل يوم مطلوب انه اللبنانيين البقوي اللي ما اخدوا هيدا قرار الحرب يدفعوا من ضرائبهم طي يعودوا على هول الناس ولا الفريق اللي اخد هيدا القرار ولا الايرانيين اللي كانوا يجوك الفترة يقولون كاملوا بالايتال ولا حزب الله اللي اخد قرار تفرد فيه هو اللي لازم يعود له انا برأيي اكيد الاحتمال التاني وفي عدة قليات عم بيصير فيه دراسة لقالها بإمكانية مداعات ايران طيين حجز على اموال الايرانية هيدا الاموال اللي تستعمل مش اموال اللبنانيين اللي كانوا اصلا ضد الحرب تستعمل للتعويض يعني انت بفهم من كلامك انه انت ضد انه الدولة اللبنانية تدفع ليرة لقاعدة الامار طبعا خاصة انه فيه وسائل بديلة خاصة انه هيدا الدولة فيها لمرة واحدة يكون عندها ركاب وتدعي على الايرانية حزب الله بيعتبر انه هو كان عم يعمل معركة عن اللبنانيين وعم يدفع عن الحدود ابدا حزب الله هو اللي فتح هذه المعركة وهو اللي جيب الب insulin هو اللي ليازم يعود عن هم اللبنانيين هو اللي ليازم يعود على هل الخسائر طبعا الناس اللي اتدمر يتبيوتها بالجنوب هو لازم يعود على بيقته نحن عم نطالب انه هو يعود لبيقته مش نحنا نعود لبيقته بسبب قراراته الخاطئة اللي كنا من أول لحظة عم نقول له ما تاخده وأي محاولة لصلبطة على ضرائب اللبنانيين من أجل تصحيح أخطاء حزب الله وإعادة بناء شعبية حزب الله من خلال إعادة الأعمار بالطريقة اللي رح تنصرف فيها الأموال وكلنا منعرف كيف رح تنصرف بالطريقة الاستنسابية المعارض لحزب الله ما رح يطلع له شيء المعارض لحركة أمل ما رح يطلع له شيء أي محاولة لياخدوا ضرائبنا تيدفعوها بهذه الطريقة لازم تتواجه بعصيان مدني الدفاع المدني عم بيموته أبدأ بكتير من أنه أعمل حملة انتخابية لحزب الله بالجنوب بعدين أنا برأيي أنه الناس اللي عم بيعملوا غسيل كلا أبدأ بكتير من عود عن الكرد الحسن أنا برأيي العالم اللي عم تموت عم بوابط المستشفيات أبدأ بكتير منه أعمل صندوق جنوب جديد ويتوزع بالطريقة اللي كان يتوزع فيها قبل برأيك لبنان تخطى امتحان الحرب الأهلية أو الفتن الداخلية أنا برأيي لبنان قادم بحال صار هيدا الاتفاق للامتحان الجدي لأنه اليوم لما يجي حدا يخبرك مرة واثنين وثلاثة أنه أنا أول ما تخلص الحرب بدي دير بارودة عليك وهلأ خلصت هيدا الحرب ولما من ميلة تانية بسبب هول التصرفات في فريق لبنان بيتمنى يوميا أنه يظل الإسرائيل ينازل فيه قتل طي يقضي علانه نهائيا لأنه هو عم بيهددنا صبح وظهر وعشية هون الامتحان الجدي بس تخلص هيدا الحرب تنارف إذا قادرين نحنا نبني بلد مع بعض ولا مش قادرين نبني بلد مع بعض بس خليقنا نكون واضحين إنه إذا حزب الله كفى بنفس الطريقة اللي عم بيشتغل فيها وبنفس العنجهية اللي عم بيتصرف فيها مع باقية اللبنانيين ومحاولات الصلبطة أكيد مش مصلحة لنا نبني بلد نحن وياه بقى ضرب المعابر غير الشرعية إلى أي مدى يمكن أن يصب بمصلحة الدولة اللبنانية إلى مدى كتير كبير برجع بللك يعني هيدا اللي فشلت فيه الدولة اللبنانية إنه تسكره المضحك المبكي إنه اليوم الإسرائيلي والمجتمع الدولي عم بيعملوا إشياء وعم بيطالبوا بإشياء الدولة اللبنانية لو عملتها من قبل ما كنا وصلنا لهون أنا ماني عم بستوعب إنه مفاوضات وأخدوا عطا وقلنا سبعة شهر عم نفاوض نحنا والإسرائيلية تنوصل لمحل تكون بالآخر الأحكام إنه نحنا نضبط حدودنا بالداخل اللبنان بدل ما الدولة تكون إياه ساعية تضبط حدودها نطرنا الإسرائيلة يجي يفرض علينا عايب بدل ما الدولة تنشر الجيش بالجنوب وتتحمل مسؤوليتها ويكون في سيادة على كل الأراضي اللبنانية نطرنا الإسرائيلة تيعمل هيدا الشيء شو هالمفاوضات المش منطقية شو هالدولة اللي عم تفاوت ضد مصالحها وللأسف وصل عدو هو اللي أمن مصالح هيد الدول أين السوري والنظام السوري من هذا الملف تحديدا ملف المعابر الشرعية برأيك بشار الأسد الرئيس السوري اللي حيد حاله بهيد الحرب وعرف كيف يحمي راسه أنا برأيك هيد المعابر غير الشرعية هي اللي أمنت استمرارية بشار الأسد بعز دين الأزمة اللبنانية وبالدعم اللي هربه حزب الله لا يحافظ على نظام بشار الأسد ما رد الجميل بهذه الحرب طبعا وهيدا كنا عم نقوله لحزب الله حزب الله بدأ بشار الأسد على شيعة لبنان وقاعدة حزب الله الشعبية بوقت بشار الأسد ما تحرك كرماله يعني بتعطي أولوية لواحد مجرم على أهلك وناسك طبيعي هيدا المجرم يتركك بنص الطريق وبرافو عليها على قليل عمل مصلحته بس الفرق أنه اللي عنا مبحيطهم عنه مصلحتهم ومصلحت بلدهم كمان مجددا سلسلة غرات على منطقة سور عم بنفذها الطيران الحربي الإسرائيلي هذه الغرات جاءت بعد سلسلة من الغرات سبق ونفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة الضاحية الجنوبية 26 تحذير أطلقهم أفخاي أدرعي لمباني بمنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت أيضا إضافة إلى الغرات على منطقة الضاحية استهدفت منطقة أنويري وحصيلة هذا الاستهداف كانت بشهيد وأكثر من جريح نقلا عن قناة الجزيرة بهذه الأسناء عم نشوف آلية يبدو آلية أو جرافة أو آلية عسكرية إسرائيلية بمنطقة رميش عم بتقوم بأعمال ببلدة رميش نحن بنعرف أنو بلدة رميش ما تركوها أهلا وهناك 500 إلى 600 عائلة كانوا بعدهم برميش يعني مش واضح من الصورة شو طبيعة هايدي ألقلية الأرجح أنو تكون جرافة لجيش العدو الإسرائيلي استذمجت شو تعليقك على هايدي الصورة يعني جرافة إسرائيلية عم بتفوت على مأمطقة رميش يلي أصلا أهلا ما تركوها لبل استقبلوا نازحين فيها ما في بعد كل هالمشاهد حضاي ماني عم بستوعب أنو عم نتعطم عم جانين بإدارة هايدي البلد لدرجة أنو بعد كل هول المشاهد بعد كل الدمار بعد 120 غارة بعتقد هلا أصارد عم بيخبرونا أنو انتصروا مش معقول يكون المرشد الأعلى طبعك صار أفي خاي أدرعي هو بيقلك وين تروح وين تجي وتطلع تخبرني أنو انتصارد مانو منطقة هالمشاهد اللي عم نشوفها ومانو منطقة هالجنون هالجنون اللي سيء فينا البلد اليوم هو ناس مجنونة هو ناس مجنونة مش عارف تميز بين الانتصار والهزيمة هن ناس خوطة عم بيعتبروا أنو قتل اللبنانيين هو انتصار هن ناس بيعتبروا أنو نحنا انتصارنا الجد بيكون بمنع الإسرائيل من تحقيق أهدافه وبس يوصل الإسرائيل لأهدافه ووصل لأهدافه بهذه المفاوضات بدون يطلعوا يخبرونا أنو انتصروا كمان خي كيف؟ كيف معقول حد كأنك عم تسلم المفتاح السيارة لواحد سكران مطفر لسيء فينا البلد انت بتعتبر اليوم انت بقتنع وبتعتبر أنو بنيامين نتانياهو حقق أهدافه من هذه الحرب يعني نحنا كنا نحتفل كنا نحتفل لما نقصف عسكر إسرائيلي بالأراضي الإسرائيلية صنعنا نحتفل بس نقصف عسكر إسرائيلي بمرون الرأس طب وين الانتصار بهذا؟ طبعا حقق أهدافه نتانياهو حقق أهدافه أنه البارح اليوم عم نشوف مشاهد عم بيعملوا هايكينج الشباب الإسرائيلية بالليطاني عم بيعملوا هايكينج ماشيين عم بيجازده زمنا هيدا الأهداف الإسرائيلية هي إبعاد حزب الله على الجنوم عودة الإسرائيليين إلى شمال الإسرائيل لاتحقق بها هيدا الاتفاقية اللي حزب الله عم يخبرني أنه نصر بس هو من ضمن التكتيك العسكري هو بيقول أنه تركته يفوت لأنه أنا بقدر استهد فوق أكتر طيب أوكي عشو عم تعمل اتفاق إذا أنت عم تعتبر أنه هيدا الشي نصر عشو عم تعمل اتفاق بتعتبره أنت موزل وهو موزل أنه الإسرائيل قاعد يجزد رفوقك وقت تقب رأسك بيجي فاقعك صاروخ موزل أنه أنت تتراجع لورا رليطاني وكتب عم بتقلي أنه أنت مبدك تتراجع لورا رليطاني موزل أنه بعد ما خبرتني مرة واثنين وثلاثة أنه هيدا المعركة لإسناد غزة تراك تتغزة بنص الطريق وفليت هتخبرني إيه موزلة إلك وبدل ما تحط رأسك بالقارض طالح هتخبرني أنه مصر رح منروح مرة تاني لمشارف الضاحية الجنوبية لبيروت مع الزميل ويسام نصر الله يبدو الغراط بمنطقة الضاحية لا تزال تتجدد ويسام نصر الله تفضل نعم مارون بالفعل يوم هو ربما الأعنف على الضاحية الجنوبية لبيروت حيث شن العدو الإسرائيلي أو هدد العدو الإسرائيلي أكثر من 26 مكان أو استهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت صباحا استهدف منطقة تحويتة الغدير وبرج البراجنة بستة غارات كانت متزامنة في الوقت نفسه ليعود بعدها الجيش الإسرائيلي ويصدر عشرين تهديدا نفذ معظمها بشكل متزامن ما تسبب بموجة كبيرة من الدمار ومن الدخان الذي خيم على كامل إن صح التعبير الضاحية الجنوبية لبيروت خلف الدخان لا يزال ينبعث من أماكن الاستهداف المختلفة الموجة كانت كبيرة وهذه المرة الأولى التي نراها بهذا الشكل يعني بشكل متزامن تساقطت الغارات على أماكن مختلفة حرة تحريك الحدث الشياح حتى كان هناك استهداف لمكان لم يقم الجيش الإسرائيلي بالتحذير به وكذلك ما حصل في بيروت في منطقة أنويري ورأس النبع حيث أيضا أغار العدو الإسرائيلي بشكل غير بدون أن يهدد أنه سيقوم بذلك الاستهداف منذ قليل أصدر الجيش الإسرائيلي بيان قال فيه أنه أغار خلال مائة وعشرين ثانية خلال دقيقتين على عشرين هدف يقول أنها لحزب الله ومن بينها يقول الجيش الإسرائيلي أنها أهداف لإدارة وتخزين أموال حزب الله وأيضا جاء هذا في سياق يقول فيه الجيش الإسرائيلي أيضا أن الجيش يهاجم بشكل واسع أهدافا لحزب الله في منطقة بيروت يعني تأتي كل هذا التصعيد طبعا يأتي في وقت ينقل وسائل الإعلام المحلية وأيضا الإسرائيلية قولة أو مصادر في الولايات المتحدة قولهم أنقل عن قناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين يعني إسرائيليين أن الإعلان عن الاتفاق اتفاق وقف النار في الشمال يعني في الشمال الإسرائيلي هو متوقع هذا المساء ويدخل حيث التنفيذ صباح الغد طبعا هذا نقلا عن قناة 12 العدو الإسرائيلي مع هذا الأعلان مع يعني ترقب الجميع إن كانت ستقول أو ستنجح المفاوضات في وضع حد للعدوان الإسرائيلي يصعد العدو من هجماته ليس فقط في الضاحية هنا ليس فقط في بيروت بل في مختلف المناطق اللبنانية كما رأينا مع الزملاء على امتداد هذا اليوم ويعني للأسف ربما سوف نرى المزيد من الهجمات والمزيد من الاستهدافات فيما تبقى من الساعات المقبلة قبيلة الإعلان المتوقع عن وقف إطلاق النار في هذه الأثناء الطائرات الاستطلاع الإسرائيلي تملأ السماء فوقي طيران استطلاع العدو يعني هي قد أتت أو سمعنا صوتها بعد موجة الغارات الكبيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت مارون شكرا لك الزميل ويسام نصر الله كنت معنا من مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت استاذ مجد ستين يوم برأيك كافيين بحسب نص الاتفاق لنوصل من بعضها لاتفاق نهائي على إنهاء هذه الحرب ولا قد بنهاية هذه الستين يوم نتدحرج لأنه الإسرائيلي باقي عندنا مش فالل هلأ من الجنوب اللبناني ليخلصوا الستين يوم طبعا ما نعارف المواطيات اللي خليت تتحدد هذه المهلة بالستين يوم ولكن اليوم خلال هذه الفترة لازم نحكي بكتير وضوح وبكل جدية عن ما بعد الحرب عن اليوم التالي لهذه الحرب وكيف لازم يتصرف الجيش اللبناني وكيف لازم تتصرف المؤسسات اللبنانية وكيف لازم تتصرف الدولة اللبنانية تتثبت أنه صار في تعلمنا من درسنا بكل وضوح يعني اليوم أي شخص ممكن يفكر يفتح أحسابه بهذه الفترة من منظمات فلسطينية من ناس تابعين لحزب الله من أحزاب ما بعرف يعني تخيل أنه الحزب القومي السوري بفترة من الفترالات اللي ما عنده أي نايب بالبرلمان اللبناني قرر ياخد قرار نيابة عن الشعب اللبناني ويدخل بهذه المعركة بفترة ما بعد الحرب لازم الدولة اللبنانية بدل ما يلتهوا القضاءة الشرفاء بملاحقة شخص حتى تويت أو شخص بسبب تصريح خليهوا يلتهوا شوي بحي الله أزعر فكر أنه فيه يفتح أحسابه بالدولة اللبنانية ويسحبوه من دينته يحطوه بالحبس هل اللي لازم يصيره بالستين يوم لأنه أي مغامرة من هالنوع على ما نسلم مجنون قيادة هيدا البلد بيعمل هيك مغامرات عم ندفع نحنا كلبنانيين تمنى الجيش اللبناني اليوم بما يعاني ما يعانيه نعم أثبت أنه قادر يحمل لبنانيين أثبت أنه قادر يقوم بكل المهمة لأنه إذا منتطلع بالمناطق اللي خاضعة لوصاية حزب الله والمناطق اللي جيش منتشر فيها منشوف أيها أأمن وأيها موجودة لما نشوف أنه المطار الشي الوحيد اللي حماه هو وجود طوء أمن لها للجيش حوله وبالتالي كمان هون للأسف حماية المطار من قبل الجيش هي دليل إضافة أنه كان مطارنا محتل من قبل أجهزة فاشلة وفاسدة وكان مسيطرة عليه حزب الله بالشكل اللي مسيطرة عليه لما نحن اليوم نقول المطار بعهدة الجيش ليش حبيبي بعهدة مين كان قبل بعهدة مين بعهدة أي نظام فاسد بعهدة أي جهاز فاسد وخاضع هيدا إيدانة هيدا إيدانة للأجهزة البقوية وهيدا إشادة بالجيش بيقولوا هلأ نقلا عن مصادر أو وسائل أعلام إسرائيلية أنه الوزير الإسرائيلي المتشدد سموتريتش أعلن موافقته على قرار وقف إطلاق النار يعني بالوقت يلي كان عم ينحكى أنه بنيمين نتنياهو عم يتعرض لضغوط من اليمين المتشدد بين سموتريتش وبن غفير يبدو أنه وزير الميل سموتريتش أعلن موافقة على اتفاق وقف إطلاق النار ما بتخيل أنه في حدا بالجانب الإسرائيلي ممكن يكون رافض لهيك اتفاق لأنه أكتر من هيك مصلحة إسرائيلية مش طبعية بس كمان الإسرائيلي الوضع بالداخل إسرائيلي اليوم كانوا عم يتظهروا يعني رؤسة بلديات ومستوطني الشمال كانوا عم يتظهروا اعتراضا ولكن هيدا الاتفاق اليوم رح قللك شو بيأمن للإسرائيل رح يأمن أولا رح يأمن له شماله رح يأمن منطقة عازلة بعد شماله تأكد أنه حزب الله ما أنه قادر يتيل المستوطنات رح يأمن له دخول على الأجواء اللبنانية وقته بده تينفز الأهداف اللي بده إياها رح يأمن له تسكير الحدود مع سوريا ووقف الإمدادات لسلاح حزب الله ورح يأمن له بقاء حزب الله بالداخل اللبناني تيأكد أنه الدولة اللبنانية اللي عحدوده رح تضل الدولة مكروهة من قبل الدول العربية وما رح تقدر تنافسه اقتصاديا بأي شكل من الأشكال أي غابة بإسرائيل ممكن ما يوافق على هيدا الاتفاق أمن له مصلحته أكتر من حيال الاتفاق تاني لو قضي على حزب الله كليا ما كانت تتأمنت مصلحته هالقد عم يقدر يأمن كل مصلحته ومع هيدا وكله عم يقدر يضعف الدولة الوحيدة اللي ممكن تنافسه على الصعيد السياحي على الصعيد التكنولوجيا على الصعيد العلاقات مع العرب شو بده أحسن من هك شو بده أحسن من هك قدر يأمن حدوده ينهي حزب الله عسكريا ولكن يترك شوي منه كافة تيقدر يضعف الدولة اللبنانية شو بده أحسن من هك استاذ ماجد يعني بس بالداخل الإسرائيلي يعني الوضع مش هلقد الصورة زهرية مثل ما عم بتقول حضرتك يعني شايفين أنه حزب الله يعني حتى لو كان جنوب الليطانة مش موجود عسكريا برحى نهاري الأحد وقت يلي أصف جنوب إسرائيل وصل الصاروخ لأشدود يلي هي تبعد عن الحدود اللبنانية 150 كيلومتر وبالتالي إذا كان جنوب الليطانة أو شمال الليطانة قادر يطال المستوطنات يلي هي منه قادر يطال بشكل المباشر اللي كان عم بيطال بصوريخ الكورنت تتقدر الكبة الحديدية وأنظمة الدفاع الإسرائيلية تشتغل لازم يكون فيه صاروخ عم بيطلع ويرجع ينزل مش شكل أصف مباشر وبالتالي هيدا التأمين لحدود بهذه 8 أو 10 كيلومترات بحد من هيدا الأسلحة اللي كانت أكتر أسلحة عم تعمل دارا طبيعي تكون بعد عنده قدرة يكب حجر يصيب مطرح هناك يكب صاروخ يكسر له أزازان ثلاثة طبيعي هذا الموضوع وطبيعي الشعب أو القاعدة الشعبية بإسرائيل اللي عندها كتير تخسروا أكتر من اللبنانيين من استقرار ومن أمن ومن اقتصاد ومن ومننا مضطرة تعيش بحرب وبتعتبر أن دولتها لازم تحميها بهذا الموضوع طبيعي تكون عم تتظاهر أنه يكون في خطر 1% نحن لو فينا كرامة ولو فينا شرف شوي بنتظاهر مثل ما هنه عم بيتظاهروا لو كنا بوضعهم بس نحن للأسف مسترسخصين بحالنا هنه بالنسبة لألون إذا مات واحد إسرائيلي بيستهل ينزلوا على الشارع كرماله نحن مات 3500 واحد لبناني وعن بعدنا عم نقول في دصر ميتك ده هيدا الفرق بيننا وبينهم للأسف مش نحن أشرف الناس لبنان مش نحن أشرف الناس أشرف الناس مش اللي بيعتبره الناس برغش مش اللي بيعتبره أنه حلال أنه الولد يموت مش اللي بيعتبره أنه إذا مات ولد منجيب عشرة غيره مش اللي بيعتبره مثل هيدا البلأ أخلاق اللي بدوا يفجر ابنه ويبعثوا ع إسرائيل اللي يفخخ ابنه هيدا ما بيستهلكون عنده أولاد برأيك بالمرحلة مقبلة لبنان يتجه إلى إعادة النظر بنظامه يعني عم نسمع كتير مناشطة يعني طروحات وأقتراحات الناس عم بتطالب بالفيدرالية الناس عم بتطالب بالتقسيم الناس عم بتطالب بلا مركزية إدارية ومالية وإلى آخره لأين رايحين رايحين على أنه نعدل بالطائف ولا مش وقتها أنا بأعتبر أنه رايحين إذا كفينا هيك بهيد الفوقية اللي عم بتصرفوا فيها ولا يمكن ما نوصل لحرب أهلية داخلية ولا يمكن يضل في مواطنين ساكتين على هالفوقية وهالتكبر وهالتكبر وهي محاولة تدعيس اللبنانيين لآخرين وهي دي ما اسمه بقى حرب أهلية اسمه دفاعنا عن النفس لأنه في فريق بلبنان بعد كل الدمار اللي قتا فيه عن لبنان عم بيرجع يجي يقلي أنه أنا بعد ما كل الدمار اللي جبته على لبنان بدي كف عليك وبدأ أبرم برود تاعد داخل إذا أنت دفعت عن حالك ما بتكون عم تعمل حرب أهلية بتكون عم تعمل دفاع عن النفس وبتمنى ما نوصل له وبتمنى هذه الحرب تكون درس لحظب الله وعدته أنه ما عنده ملجأ غير الشعب اللبناني الآخر وما عنده ملجأ غير الدولة اللبنانية ممكن مراكز إيواء النازحين تكون سبب من الأسباب يعني الضغط لأنه رح تاخد عملية إعادة الأعمار يحكى عن سنتين خاصة بالقرى والبلدات الحدودية يلي هي مدمرة بشكل كامل النازحين موجودين بين أهلهم وبين ببيوتهم مطرح مكانهم بالأراضي اللبنانية وهذا ما نوشعر ولكن فيه بعض الزعران اللي بيطلعوا بيفقوا اخطابات والقضاء ساكتين ولون أمنيين ساكتين ولكن بيخبرونا أنه بدون يرجعوا يديروا برودتهم على اللبنانيين ويقتلوهم وهو اللي لسبب البلد رح يكونوا رح نرجع مرة تانية نقطعك أستاذ مجدو ونروح على صور عند زميلنا حيدر حويلة يبدو في غارة على مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين حيدر شو الوضع عندك وأم تستهدف مخيم الرشيدية قبل دقائق مرون شنت الطائرات الحربية والمسيرة سلاسة غارات على مخيم الرشيدية على وسط المخيم مما أدى إلى حسب المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات كثيرة في المخيم كونه هذا المخيم يقتز بالسكان وباللاجئين الفلسطينيين إضافة إلى غارة أخرى استهدفت محيط المخيم الرشيدية وعند طريق بيتولاي العدو الإسرائيلي عمر طائراته يستمر بالإغارة على عدة مناطق في الكتاع الغربي في مدينة صور أيضا غارة على بلدة طيردبة في قضاء صور مما أدى إلى استهداف منزلا في هذه البلدة أيضا على منطقة بين قدموس وبين العباسية أيضا غارة الطائرة الحرب الإسرائيل ولكن الغارة العنيفة التي شاهدناها قبل قليل وهذا هو المخيم هو خلفي الآن كما نشاهد بعض صحب الدخان الأبيض تندلع من هذا المخيم هو خلفي الآن كانت غارة عنيفة جدا استهدفت هذا المخيم كون المخيم يقتص بالسكان وباللاجئين الفلسطينيين الغارات مستمرة حتى الساعة في منطقة صور وخاصة في ضواحي منطقة صور والقرى التي تقع في القطاع الغربي أما في منطقة حداسة ومنطقة حاريس أيضا شن الطيران الحرب الإسرائيلي غرطان على هذه المنطقة وهناك إصابات في هذه القرى التي تحدثت عنها ترافق أيضا مع قصف مدفع طاولة المناطق الممتدة إلى طير حرفة وشماعة البياضة والنقورة النقورة أيضا شهدت سلسلة من الغارات هذه البلدة التي تتعرض وخاصة البلدة التي تبعد حوالي خمسمائة متر عن المقر العام لقوات اليونو في الحفظ السلام هذه البلدة التي تتعرض يوميا لعدد من الغارات حيث تبين ويتبين أن هناك ضرار كبير في هذه البلدة أطراف علم الشعب أيضا تعرضت لسلسلة من الغارات وهي المنطقة التي تقع بين علم الشعب ومنطقة اللبوني أيضا هذه المنطقة تتعرض أيضا لغارات ومنطقة حمول وأطراف البياضة وأطراف شمع حيث كانت هذه المنطقة التي تحدثنا عنها شهدت عدة اشتباكات ومواجهات بين المقاومة والعدو الإسرائيلي الذي انكفأ وعاد إلى الوراء إلى منطقة الظهيرة ومنطقة يارين مارون هذه هي الصورة من منطقة صور لا يزال الوضع على حاله متوترا في هذه المنطقة شكرا لك الزميل حيدر حويلا كنت معنا من منطقة صور ويعطيك ألف عافية استذمجت حرب نحن بنى نتشكرك على هذه المشاركة وقتنا خلص بهذه التغطية الإعلامية المباشرة مشاهدين الكرام فاصل إعلانة أصير ومن بعدها منكمل هذه التغطية مع الزميل يسبك وهبه